بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم أسبوع جديد إن شاء الله تجدد اللقاء معاكم من السبت الخميس من الساعة عشر صباح على اتناشر ظهرا مختلف الفقرات المتنوعة إن شاء الله تكون داخل مئلة الحوار ببرنامجنا نهار جديد ربنا يسعد صباحكم دايما كده بالنشاط والحيوية وقبل كل ده بذكر المولى عز وجل حيان النهاردة مناسبة غالية وجميلة وعطرة الحقيقة يعني كل المصريين بالعالم العربي يعني في احتفال النهاردة بمناسبة ميلاد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد ميلاد السيد الرئيس الزعيم البطل عشان كده بتقدم بأسمى معاني التهنياء للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كل سنة وحدك طيب يا فندم وبالف خير وصحة وسعادة دمت زخرا لهذا الوطن ودمت بطلا للأمة العربية الحقيقة عبارات التهاني بتشعل كل منابر السوشيال ميديا والوسائل الإعلامية ليس فقط داخل مصر ولكن الحقيقة عالميا وعلى الوطن العربي برمته حتى المشاركين في مؤتمر المناخ من مختلف الجنسيات يعني عبروا عن كل التهاني وعبارات المحبة الصادقة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجميع يصفوا به البطل والزعيم الذي أنقذ مصر في مراحل حرجة من عمر هذا الوطن فاستحقوا كل التقدير والاحترام وإن شاء الله فخامة الرئيس مزيد إن شاء الله من العمر المديد في صحة وعافية وسطر بن الرحمن وأيضا مزيد من الإنجازات للدولة المصرية بل للوطن العربي أجمع المناسبة الجميلة كمان النهاردة عايزين نقول لحضراتكم إنجاز حقيقي للدولة المصرية وتحديدا في المجال الكروي لما شفنا بأمس المباراة اللي جمعتنا بين المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي والحقيقة الأداء الروعة والمشرف من المنتخب المصري بكل اللعيبة والجهاز الفني ده بيؤكد عراقة الدولة المصرية وتميزها وده بيؤكد قد إيه فعلا الدولة المصرية قادرة على تحقيق المستحيل كون أنك أنت تفوز على بلجيكا المصنفة التانية عالميا والمشاركة في كأس العالم وحضرتك لم يحالفك الحظ في أنك تشارك في كأس العالم فدي يعني بصمة كبيرة جدا للمنتخب المصري حاجة مهمة جدا في تاريخ الكرة مش بس المصرية بل الكرة العالمية لما يشارك كل أبطال الملتخب البلجيكي في هذه المباراة ويواجههم أبطال المنتخب المصري فبالتالي ده بيؤكد قد إيه فعلا الرياضة المصرية الحمد لله عادت بقوة وتحديدا في مجال كرة القدم المنفسنين وأصحاب النفوس الضعيفة اللي دايما بيصطادوا أي إنجاز بتحاول الدولة المصرية حتى لو في حاجة بسيطة يعني الناس تقولك أنتو فرحانين أو كده أو كأننا فوزنا بكاس العالم المباراة دي مش هبالغ لما أقول إنها في مسابت إن مصر تفوز بكاس العالم لما مصر ما تكونش مشاركة في كاس العالم وتفوز على منتخب هو مصنف الثاني عالميا فده معناه إضافة كبيرة للدولة المصرية وعلى فكرة كان ردود الأفعال عالميا ومن كبرى المنتخبات قالوا إزاي مصر مش مشاركة في كاس العالم بهذا الأداء المشرف وجميع يمكن المنتخبات المشاركة في كاس العالم تمنيت إن مصر تكون متواجدة اللعيبة والروح الرياضية لهم لا يقلوا تماما عن يعني كبار اللعيبة في كبرى المنتخبات والأندية الأوروبية وده معناه عظمة كبيرة جدا سطرها المنتخب المصري والرياضة والكرة المصرية أمس لما فاز المنتخب الوطني على بلجيكا 2-1 بهذا الأداء العبقاري والمشرف والإن شاء الله بإذن الرحمن ينعكس بعد كده في كافة المباراة والمحافل الدولية اللي يخضها المنتخب المصري من يوم مبروك للدولة المصرية نجاحها في كل المجالات سواء رياضيا أو سياسيا أو في مؤتمر المناخ وكل هذه المحافل بيؤكد عراقة وقوة الدولة المصرية ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة يا رب العالمين ومرة تانية وثالثة وعشرة ومليون كل سنة وحدك طير فخامة رئيس عبدالفتاح سيسي مناسب عيد ميلاد سياتة كفندم ودايما إن شاء الله درع الأمن والأمان لهذا الوطن العظيم حافظ الله مصر وشعبها العظيم وقائدها البطل